في المخرج الجمعة هذي في القاعات عرايس الخوف نستقبله المخرج النوري بوزيد والممثلة عافف بن محمود نوري مرحبه عاشك عافف الغيبة شفت أخي قديش عنا متقابلناش برشا فاكدتك الغربة شوية الغربة شوية الصغيرات شوية العائلة شوية والاكتيبة شوية برشا حجيت برشا حجيت حاجة بهي أنه نوري بوزيد يرجعنا اليوم من خلال فيلم قعد يتعدى في القاعات التونسية نوري بوزيد عرايس الخوف تقريبا موجود في كل القاعات بش نحكيو عليه برشا بش نتعرف كيف كيف على الدور متاع عافف اللي هي بالأساس ده منتجة في العمل الهدايا وممثلة هذي البندة نوسمت على الفيلم عرايس الخوفة عاشتم لك متفيق مشا كعل الزاولة حبسوني قاتلني ما حبيتش نرق المحالي مهار جا قوم جا قوم ماش ناخر جا ماشي وخليك بصغيرك في كرشك بتعرف اللي ولدك اللي عنده لا اسم لا ابو ولا ميراث ولا حقوق لا ايديك حبلو كيفك ايديك شفت عيوني الصباية كيجبروهم بش يرقتول معالي قتلوا لهم بيتهم وخويتهم اللي كيور ترقوا عليهم في دارهم دور راسك يدو دا يا عيني مزغدو دا دور راسك أخرجين حبسك يزي سايب كلمك هيا جارك أنزر يمي وجعتوها ما تضربوش الدنيا وجعتوها يمي متينة والله وجعتوها تبغي الشهاوي خافة من بوها يمي متين موسيقى عرايس الخوف الفيلم هذي يكمل ثلاثية كنت أعلنت عليها بدنا بالميكينغوف ومن بعد ما نموتش وجينا اليوم العرايس الخوف ميكينغوف وعرايس الخوف خدمت فيهم مع عفيف ما هي العلاقة مع عفيف بالطبط؟ والله هي شوية لزيد خدمة الفيلم والوستاني زادا مع خطر الصغار مازال صغار برشا لا أحبت من بعدها على صغار لكن خممت فيها حتى في الفيلم الثاني لا تسمعني على زواجك؟ لا تسمعني على أي شيء؟ ما هي زواجة؟ قصة حب كبيرة؟ هذه خطفك معناتها ويني مشيت؟ نعم، عرست كيمانيس كل أنا بطبيعتي لا نحكيش برش على حيتي الشخصية هات من اللي حقلنا باش نعرفوه على حيتي الشخصية زوجك موجة تونسي؟ مغربي مغربي؟ عايشين في قطار عندي زوز بانوتيت عربي فضلهم لك ستة سنين وعشرة سنين هاكي كبش تعافق من وقتش ديجا أنا معارسة هاكي؟ وزوجي ملمهنة، ما عنده حتى اعتراض هو الكوب روديكتور على الفيلم هذا زيدا ما عنده الفيلم هاديا تونس، مغرب ولكسنبوغ وكيفاش تعرفت علي زوجك؟ نوري تقول لك نوري؟ هاكيات في الحكاية؟ هاكيات هاكيات أنا مشيت خدمت فيلم متوسط الطول روائي عملوا ستة أفلام ستة بلدان عربية ستة مخرجين عرب جزيرة شيلدرن عملت أنا عملت الجزء التونسي وهو كان لهي بالبرودوكسون غادي وحكينا ها كي شاف ميكينغوف قال لي محلي هالبنائي هادي قلت له راهي مايش لا معارسة لحد شاي هاكيات 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 وفي الان تاني شايات بريسك جيت قلت له سياري هاكيات كي نعرسلك سيد المخرجة تصبلك هو هو في الكاستينغ هاكيات وطلع كاستينغ صحيح؟ صحيح والليوم شوف المكتوب معنة انتارجع مع بعضكم باش تخدمو ونلقاوك منجا لهنا ونلقاوك سيدة كيف بطلة متاع الدورة عفيف نعرف اللي انت عندك برشة لديك اتزامات مع التصوير، لا نجم لديك بحذية من غير ما نحكيه على الدور كنت اليوم تخدم على محامية، هذه المحامية تتعرض للتعنيف همها الوحيد هو اكتشاف الحقيقة وأنها تقفر عن الناس هدومة حملت نفس الفكرة، نفس وجاعة النوري، حاملتها معناتها هل انت تمثل في الدور؟ نوري هو اللي حط الخطوط الكبرى ووجهه وصطر لك شو اللي بيش تعمل وشنواليه؟ الحاجة اللي بيه في الخدمة مع نوري اللي في خدماته الكل معتا حتى خدمت معاه في ميكينغوف وكل شيء اللي يقضي يحكيلك على الشخصية عام قبل انا الفيلم هدايا حكيلي انا كنت فيه كممثلة كهو من 2013 قرات بشنوالي منجا كن 2018 معتا ما مبعد جيت حكية الانتاج تصور انتي معتا ستة سنين ولا خمسة سنين واحنا نحكيه ونطوره في الشخصية وقت دخلت نهارة التصوير تلقى روحك حاضر معتا انتي شابع بها من جهة من جهة اخرى إلا يظهر لي واحد إذا كان يقرر زيدا بش ينتج مش يكون قاعد يقول لي خاطر الانتاج معتا هو نعفوه صعيب وزيد معتا نزيد نقول اليوم خاطر مريت بها حاجة يصير صعيبة ماش سهلة حتى تارف إذا كان واحد بشي قرر ينتج فيلم يدهو اللي تمحاشتي يلزم يكون مأمل بريسالة الفيلم ويكون مأمل بالمونتج بالمونتج خاطر اللي نعرف انه نوري كانت عنده صعوبات في إيجاد منتج هل الصعوبات هذية معنتها حاولت تتعاون فيها بالأساس أنا ذاك عليش أنا من الأول ما تما لو ما كانش نوري مستحيل انك تحط يدك فيد مخرج آخر معنتها لا أنا عملت شركتي متاع الإنتاج خاطر قاعدا نختم في فيلمو يأينا كمخرج هذيك عليش عملتها أما اليوم حكم التجربة هذية إذا كان مأمنا برسالة الموضوع رسالة الفيلم ونأمنا بالمخرج نجم نعملها مرة أخرى تبدل عليك من بين ميكينغوف وتول أليه؟ وراء الكاميرا النوري هو بيتو هو بيتو نفس الصعوب؟ نفس الصعوب نفس الدور هذية بالذات أنت مشيت لحد معني بعينيه بإسميه وإلا هو دور تخيل نوري والبست وإنتي هو دور تخيل نوري والبست وإنه؟ موجود في الواقع ولا لي؟ موجود في الواقع أما في نفس الوقت أنا عندي بنت عمتي محامية معتها في الانتوغاج متاعي نعرف برشة محامية معتها حتى شخصية المحامين كيفيش هم معتها ذي حاجة أنا متعودة عليها دون باغ دوتخو باغ داول المحامية يسر عجبني يسر عجبني علش على خطرها هي في الكاتم تاحا نحب لعبي تبشي للسينما وتتفارج بطبيعة أما برشة ناس قالوا لي كي نخرجوا في الاخر نرقاوها اللي هي تفاركسها ما ملقات حد شيء نطرحوا سؤالات ما ملقينا حد شيء قلت لهم احنا اسكو في ليساير اليوم الكل رقينا حلول سؤالات متاعنا بتاع اليوم الكل حتى اليوم ما نعرفوش كون قتال شكري بالعيد لليوم برشة مسائل قوية كبيرة ما نعرفوش كون حتى شاي حتى حد ما هو قاعد يجيب فينا دون كنا يظهر لي الفيلم اليوم إذا كان يطرح سؤالات ويخلي الناس تتجرأ وتتسئل خاطر يظهر لي حتى واحد ولا خايف ما عاد يسأل بما تعمقش ما تنجحنا وانا ذاك عليش حبيتوا الدور حبيتوا برش على خاطر وواقعي جدا نوري انا محبا نسي تحويشا الروح متاع شخصية المحامية هي انها هي اللي مش تكشف واقع مر انو هالبنات محبوش يشكي واذا كان يشكيوا هما باش يتفضحوا يعني بالنسبة لهم اتغدروا ينزي ما زيدوش يتغدروا ويتفضحوا بالغالط نقرب للناس هما بنات امشيوا لسوريا امشيوا بالغادرة راغما عنهم فما شكون تغش فما شكون غررة به واللي فيهم شكون روح حبلة وشكون فيهم روح حتى عندها ماضي تعييس جدا وتلقى المجتمع يستنع فيها من أجل محاسبتها ومحاكمتها محاسبتها ومحاسبتها مع المحامية نعرف انهم محاسبوا يشكيوا للأسف الشديد مع انت يعيشوا معاناة مزدوجة وما يحبوش حتى يحكيوا حتى في الفيلم لاحظنا التحفظ نوري انتي قادت مع محاسبتها حكيت مع محاسبتها انقادت مع زوز منهم وحكيولي على الاخرين هما بيتم لم يحبوش يحكيوليك على رواحهم حكيولي شوية على رواحهم سألت أسيلة على الاخرين نحن نعرف إذا كان لقلبه هو الواقعة بكله كانوا كتاب مفتوحة نوري كانوا قدامك كتاب مفتوحة يتكلم ولا يلزمك تلقى تعمل مجهود بيش تخرج منهم اعترافاتك ولكن ما تنساش أنا راهو نعمل في فيلم منيش نعمل في كتاب تاريخي أو في حوار لنشر أنا نعم في فيلم عندها يلزم هالشخصيات هذية ترضخ القوانين الدراما البنات هذومة ما شكلهم ما تتحلش ما تتحلش ومش يقودوا هكاكا ما تتحلش لكن الشخصيات الفيلم ديما الفيلم ما يوفى كان ما تتحل نوعا ماها ما شكله انتي عملت الثلاثية متاعك وقلت انه الفيلم عريس الخوف هو الغروب في الغروب عادة نفهمه كل شي اليوم فهمت الظاهرة هذية اللي انتي تحكي عليها في فهمنا فهمنا انه ثم سيستام متاع تحويلهم وبيعانهم وإلى آخره فهمنا هذي واضح ما نجمش نقوله أكثر من هكاكا عليش تخاف لا 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 على خطر ولي نستبلغ المتفرج المتفرج يفهم والكلام اللي قالته هي آخر حاجة قالت لها قالت لتها السلمان ما نيش مفلتتكم هكا ولا هكا ولا وفي بالك ما أنا مش نطوية دوسي ما نيش مفلتتكم وهذه جملتك انتي نوري هذي نعم جملتك انتي هذي جملتي أنا لكن أنا اخضيتها من ما يريد أن يفعلها هو المحامي تتقاسم معاه نفس الفكر نفس المبادئ نفس الموقف مية في المية مية في المية مية في المية عليش على خطرونا حاجة من الحاجات أخرين اللي عجبتني في الفيرن ماذا اللي حكينا برشا على المغادرة اللي يمشيوا للسوريا اللي راجعوا للسوريا ما حكيناش عليهم الموضوع هذي إثاء وليد يتبوه مش كان في تونس خاطر اللي مشايوا للسوريا ونا حتى معتى كنوديو في مهرجانات وكل شاي ونحكيوا فيه ممشيوا كان من تونس ووالا من العالم عربي ممشيوا حتى من فرنسا مشوي حتى من روسيا ممشيوا من البقايا علكل العباد هذي هذي اللي راجعين وليد ولا بناتوا وليد ولا بناتوا والبنات أكثر ومعاهم صغار اللي محتى اللي عملة ليدهم لا صغير للاسقيهم إذا كان ما تمشي تأثير من عند السلطة على خاطر العبادات كيف يرجعوا عائلتهم رفضتهم جيرانهم رفضينهم المجتمع المدني مرافضهم إذا كان ما تمشي تأثير شو بش تعملهم مش نحيرهم باسبور ما عادت معتنين نكرهم والنور يتعاطف معهم والفيل يتعاطف معهم ويقضمهم على أساس أنهم ضحايا بالأساس مش لازم تتعاطف مع العبادات ذاك بش تأثروا لها خاطر حتى كان ما عادت أنت تنجم تكون كون تخلي هوا عاملو إذا كان رجع لك لبلادك لازم تكون ثم منظمات موجودة أنها تقوم بتأثير العبادات ذاك نوري خدمت على النساء بالأساس لو اختيار منك أو لو كان عندك اللي مشاوهما رجال وغرر بهم ورجعوا هل يكون عندك نفس النظرة؟ إذا كانت ضحايا أي لكن هل بناتها ذاك ضحايا رجال رجال ما مش مش يكونوا إلا ضحايا رجال معنتها اللي قاعد يغر بالناس بنات ولاد شبابنا هم رجال وبالنسبة لي أنا نامن اللي الدرع الكبير في تونس هو النساء وخاصة النساء اللي متفتحات وفاهمين وعنتم شجاعة ونجموا يفرضوا بعض الحريات مع رجالهم وولادهم بي قبل عفيف ما تغادرنا على خاطر ملتز من تصوير 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 في فيلم نصوير في فيلم جبناك من بلاتوية تصوير حب نشكرك برشا عفيف نعم شكل كلهم قاعدين نستنى نعم شو شو ما هو الفيلم عطين على الأقل هو الفيلم مع مهدي هميلي اللي عملت تيرامون أموغ مخر الشاب معك زازا معي زازا اللي نحيي لكل الفريق اللي نخدم معهم ونحيي برشا زازا على خاطرها موهوبة جدا 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 كان مش كان في الأغناء حدا كان ممثلة وخداما زازا نواجه لها تحية كبيرة برشا زازا خداما محلا نعطيها بوسا عفيف شوف احنا برنامج نسبت في الليل وخفيف شوية والنوري هو كفاهم قانون اللعبة عندنا اللعبة ما بعضكم هل أنت تعرف أفلام نوري بوزيد بالكدين وهل قادر أنك تحسهم بالكدين ونحن لأمتحان الممثلة قدام نوري بوزيد أنك أنت بش تلعب معنا لعبة معناتها مثل العنوان بش تلعب معنا عناوين الأفلام ومن خلال العنوان نشوفه هل أنت مقنعة جدا وإلى لك نوري نوري اللعبة بش تصير غادي في مثل العنوان خليكم معنا نوري سهلة برشا عفيف تعمل قدامك الكاستينج تمثل لك الأفلام العنوين وانتي مطالب انك تطلع العنوين يلا عفيف كلمة عندك هاي الفيلم الأولين هاي شبيبا هاي عندك الفيلم بس 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 بزنس 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 الفيلم الثاني هاي السابوة سابوة 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 بنت فاميلة عرأي سلطين ما نموتش عرأي سلطين عرأي سلطين عرأي سلطين عرأي سلطين عرأي سلطين عرأي سلطين لا انتهي همانة لا اعرف همانة هنا، 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 عفيف، ما ننسي أعطيكم صحة كانت هذه ميم الأفلام مرسي عفيف، نجد نقاط بحديكم شوف المرة الجاية وقت الفيلم الجاية مرحبا بك بحدينا عفيف ونشكرك برشا برشا عفيف بن محمود عائش نوري، فيلم عرايس الخوف، مهرجين البندوقية، وكان موجود في الافتتاح متاع أيام قرطاج للسينما أيام قبلنا في الافتتاح، قلت لك نوري، يرضيك الافتتاح ولا المسابقة؟ قلت لي، أنا، ما عدت نجم نتنافس مع تلمثتي صحيح والجملة هذي عملت ضجة معانتها كيفاش أنت تترفع على المسابقة وليوم كيفاش أنت غير معني بالمنافسة، وقت اللي اليوم كبار المخرجين في العالم قابلين المنافسة، مهرجاً كان يجيب كين لوتش، يجيب المدوفار وغيرهم معا تلمثتهم، ويقبلوا منطق المنافسة أنا كل مرة كنقول حاجة، يشوفوا كان الجزء الخايب يقراوها كان قراءة خايبة علش ما يقراوهاش قراءة باهي قال لي أنا قلبي كبير ونقول لهم خوضوا أنت خطران خذيت فما معنى زادا هما تلمثتك ونتي الأستاذ لا معنى وفي الفن ما فماش منطقة الأستاذ والتلميذ يقالا خطر، أنا كنقول تلمثتك وقرأوا عندي أنا كونتهم ما نجمش، ما تصيرش معانتها ممنوع أنه في السينما أنه التلميذ يتفوق على الأستاذ نجم يتفوق، ليس أنه يتفوق أنه أنا مفك لهم زادا ثم الأثنين، ثم المظاهر كل فيها شوف المظاهر كل أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي بلاسوجان أنه في العالم ما يعملوها جديمة أمروثما برشا مخرجين كما بيرجمان كما اللي ما يحبوش المسابقات ما من الأول ما يحبش المسابقات بيرجمان دعونا نذكر أن أنت المسابقات زادا ساهمت في صناعة نجاحاتك صحيح أخذيت أكثر من اللي نستاهل معانتها أخذيت ثلاثة جواز ذهبية واحدة فضية وقداش من جايزة أنت ممثلين يكفي الفن فيه منطق يكفي نوري يكفي خلي نحش ميزي معانتها تحش من شو؟ نحش من أني نزيد ناخو ما نحبش صعيب التفسير لها لأن كل واحد كيش يحسها أنا نحسها كنحسها من الحياة أني نبعد شو ما أنت أنت اليوم نوري بوزيد تعلن التقاعد ولا شو؟ لا نبعد عالجواز لأنه أنا كي شوف ثم منطق متاع الجازة لأنك تعمل الفيلم بشتاخو جايزة هذي خايبة ياسر كان جايزة جات وحدها دكار أما كان أنت تعمل الفيلم بشتاخو جايزة يطلع خايب لو عرايس الخوف في المسابقة الرسمية نعم ومخداش جايزة تروح منكسر مش مشكلة راه وشوف زيدا يزمك تشوف أنت لا ما روحش منكسر بالعكس ممكن نفرح علش على خطر إذا كان ثم شباب هم اللي يخداهم أنا فرحت نهارت اللي بنتي قدمت في لما واخذت عدة جواز في الجي سي سي حسيت أنه عديد المشعل كهو أنا كملت مهمتي بيني وبين روحي هذا كله فهمت ممكن مع الناس ما يقبلوهاش ما تنساش اللي راهوا أنا ما جيتش قلت نحب نكون أنا في الافتتاح جاء الله يرحمه ناجب عياد قال الفيلم هذا الافتتاح وسيبت الكلمة اللي قامت الدنيا عليها ولم تقعد اللي أنت مسنود ومدعوم وتكلم الجميع على النوري بوزيد اللي ياخذ في الدعم ما كيكل فقط لأنه اسمه النوري بوزيد ونوري بوزيد اللي أفليموا الكل بأموال الوزارة وأنه الوزارة اتمول فيه وهو معناتها لا يرفض له طلب شوف مرة أسأل من الكل في الوزارة قداش عندي ما مشيتش الوزارة عندي سنين الله مشيتش الوزارة بالتليفون قد نقضي بأمورنا ساعات لا لا ما نجم تقضي مع الوزير بالتليفون هذا ما قالوا لي أنا نحكم في بلاسة الوزير ونقرر لا لا الحكاية هذي فدلك اخذاوها حبوا ما فهموهاش تم ناس فكرة متسكرش حبين نعرف ما فهموهاش ولا ما حبوش يفهموها ما مكن ما حبوش يفهموها بالحق منطق متاع حابوا ينبزوني زد حابوا يلوجولي في حاجة في نبه كينك انت عندك ضيف جاد جيت تلوجلو فيها أغزر كيفاش ولد وماش لبس مليح ولا أرواية قضايا كله متاع صغار عود عمل كنترول كنترول فياش على روحك ما عاش تقول لي كلمة أنا قلت اضحك أنا قلت اضحك ما نجمش كون صحاحة يستحيل يستحيل أنه يشك في فهم احد ما نتصورهاش كان شي واحد فكره يحب يفسد يحب يضر أما ما فياش حتى شك في الفهم ما فياش شك به نوري بالأساس تحكي فيه على الإسلام السياسي اي ما عندك النقمة اليوم على الإسلام السياسي نحسوه في أفلامك النقمة هذية مردها شنوه مردها أنه أول حاجة كانت ثم نوع متوازن في المجتمع الناس متعايشة مع بعضها الناس يشوفوا في دينهم حاجة تلم يشوفوا فيه أعياد يشوفوا فيه فرحة يشوفوا فيه أصداق حاجة نحضروها حاجة نتلموا فيها ميردهونا يشعركي فكوه دابور فكوه ولا متحم وإحنا ولينا كفار عندهم وفي نفس الوقت يمنعونا باش انتي كفرت قدش من مرة ايه ما تماش فرصة ما كفرونيش فيها حتى نتنفس قوله كفر تعرضت المحاولة قتل تعرضت اخترها 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 في اخترها في انا العديد واحدة منعت بالسدعة وقتها كلام الناس عيتوك وروحت القدارك اخترها في المحاولة اخترها في المحاولة اخترها في المحاولة قوه اخترها في المحاولة أنا لم أردت على الفكرة، وكان أردت على أن أتصرف بطريقة أخرى. أما أنا سمعت بها من عند الشرطة، ومن غدوة مشيت في ج*** وقتاً نحاول نقضي. يعرضوني زوز مثقفين معرفهم. قالوا تاو نوري حي. خاطر شافوا في فيسبوك اللي أنا مت قتلوني. قالوا لك هاك حي؟ أي. أنت على ما يبدو متخافش من الموت لأنك أنت صورت روحك في ما نموتش صورت روحك اللي أنت غسله فيك وفيك فن إلى غير ذلك معانتها. وفي المارك وفي المارك معانتك أنك تستحضر في الموت. هل هذا دليل أنه الموت ميخوفكش ولموت يرعبك لدرجة اللي أنت معانتها هاك تتجرى أنك تتصوره؟ والله هي فيها لتنين. لأننا نحضر في روحي أنا لأنه أنا طوى سنين الأخرى كلها وليت منعزل. عايش مع شخصياتي اللي نكتبها. هذي كعائلتي طوى. هذي عيشها؟ الآن قيت راحتي فيها. نكتب. نكتب برشة. نكتب برشة. وصعيب باش تعمل فيلم كل عامين. ولا كل ثلاثة فيدون. سعي بياسر لزمك خمسة ست سنين. أنا عملت أكثر عدد دفلام بالنسبة للوقت اللي عديده كم أخرش. الموت راهي تنجم جيه في أي وقت. وتوى وصلت لعمر اللي نجم تصير وخاصة أنا صارتي لحكاية هذي كي مرضت بالقلب وعملت عملية. وتوى ساباميو. ما بالنسبة لي أنا الموت تكلمت عليها في قصايد عدة مرات. بوش نرجع للقصيدة لكن نوري أنت قلت لي تصريح يرج تصريح لولاني اللي أنت ما تحبش تتتفن في سفاقس. عي. ننقلك غضب سكان سفاقس من تصريحك. البعض. أنا حبيت نقول ما نحبش نتتفن وبس ماش سفاقس برك. برا أقول لسفاقس أنا أنا بالنسبة لي كتبت قصايد عشاي هذا يقبل. أنا عندي أعجاب بالناس اللي يعطيه بدانهم للطب. نحترمهم للاخر. وأنا ماذا بيها نكون منهم. ما هواش عيب. وحكاية أنا نحب البحر قلت يحرقوني يا رميور مادي في البحر. إيش نوالعيب ما هيش حتى حرام. يقول لك كلكم إلى تراب. كلكم إلى تراب. مع أنت التراب هو نهاية ذات البشرية. يعني أنا كن نحرق رحي معاش مسلمة. كفرت. بعد التصريح كفرت من جديد. علي. علي. كونوا هدي عنده تقارير أنه هذا كفر و هذا مسلم. تقعد معتها أنا كن شد لهم صحيح في حكاياتهم. يطلعوا كل كفار. لا هدي لعب متاع واحد تلوج له كيفاش كيفاش تمرر له عيشته. هذك علاش أنا منعزل. أنا منعزل عندي الحق نكون منعزل. في قصائدي نحكي على الموت و نحكي على نتحرق و نحكي على نشعي النار و نحكي على نتذبح طروف و نحكي على كل شيء معتها في قصيدة ميت حي. و تنشرت. بربشت برشا في الثوابت. وهذا يلي أدى إلى أسبوع سخون بالنسبة لي كنتي. منعرش تقرى شنو هي تكتب. منعرش قاعد تكتب ولا ليه. منعرش قاعد تكتب ولا ليه. منعرش نكتب. شو كنت تقصد لما تقول أنا كيف نموت نحب. يا أما نتحرق و كان مهو ش ممكن بش نتحرق. بدني لكل نتبرع بيه للطب. و شنو المانع. ما نشحر في بدني ش نعم بيها. ما تحبش تتدفن كيمة 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 للمقيس الإسلامية للدفن. ايه لكن وقت اللي نقولها بشعيرية المقيس الرسمية متاع الدفن ما هي الشعيرية. أنا نعم في قصيدة شعر. اللي قلته كان مجاز كان شعر. ايه كان مجاز قلت لك كتبتها القصيدة اسمها الميت حي. يراني ما نموتش لين يموت الكبي في عيون العزاب. وينطق المخبي في حجرة محراب. يتفرق دماغ بالقوالب معبي من طاعة الشياب. عمري ولا نموت يولي فرشي صحرة ويزيد عليها المرض. لينتاخد لبنات من بدنها غرض. تفيش وتشمر وتفجع الفرض. وترفض باش تعمر للوحوش هالأرض. كيفاش باش نموت وقليبي بتددي. قبل ما نطلع عيطة تفجع حتى يدي. ننشر العقول تشيح على الشريطة. تأكل منها الشمس وتبخر لمنادي. نخوط البر بكفني على ظهري. نغني الحجر. نغني الجدود لينيوصل شهري وينزاد الملود. أرضي بلاش حدود. أنا ولدتني غناية. إذا نهار نموت وتموت نموت معايا. نوقع قبري سراية ومرحبا يموت. وفرق و لحمي صدقة على عتب الجوامع. وتسمع به الخلق. ونقف في حلق اللي في قدمة طامعة. بجلد المكلوب نعدي حتى السامع. فرق و لحمي صدقة. على عتب الجوامع. أي على خطر الصدقة تجيع الجوامع. لأنه أنا نحب بدني يتفرق. من عرش هكا فكرة شعيرية هي. فرق أجزاء مني خيالية. هل أختبئ جميعا؟ أختبئ جميعا؟ أختبئ جميعا. هل أختبئ جميعا؟ أخذني من عرش. فإن كنت أختبئ جميعا. أختبئ جميعا؟ عندها كان عرس من أحد العقارب، مشيت من سنوات؟ من ثلاثة واربعة سنوات، ما أكثر لأنه من اللي مات تومي بابا معاش نمشي ديما كنت نمشي ديما باش نشوفهم سفيقص حكيت عليها في فيلم مهم جدا أي ريح السد ريح السد، وقلت في هذا الفيلم مشاكل طفولتك تصلحت معها هل فعلا نجحت باش تتصلح مع مشاكل طفولتك؟ في هذا الفيلم؟ هل دواك فيلم؟ ربما قلتها باش نهدي شوية الجروحي هديت الجروح؟ تحذر وتغيب نستحذرها؟ تسمح لي؟ كيفاش؟ الأخ الأكبر؟ خليه في راحته في قبره أنا ماذا بياه ما نحكيش علي سمحته؟ في فكري سمحته في دماغي خطر ما شفتوش توفى أنت كنت من عائلة ثرية؟ أعي أبوك فلاح كبير في سفيقس مشاكلك؟ ما تنجح تكون مع أخ أكبر؟ أنا كنت أبوك فلاح أنا كنت أبوك فلاح لكن أنا كنت ناجح في القرية مليح لكن نحب نخرش نحب نشوف الشارع نحب نمشي للسينما ساعات في الليسين غيب عدة مرات في الحشية باش نشوف فيلم ما نفلت حتى فيلم اللي يتعدى في سفيقس وبعد ثم السيني كلوب أنا ما نحب الشيكوني يمنعني باش نخرش لحمايتك هم يقولوا الحمايتي لكن أنا ما نشوفهش حماية ما هو ذايا هو رفض القوانين قلنا نحكيو على طفل صغير بش يخرج من الدار ما عنتا بش يتفرقش في فيلم ما نعرش على المشاكل يتنجم تصيره في حياته هذا هو لم تحمي ولدها والله أنا حسب رأي وقت واحد يمشي للسينما ما أحمي على خطر ما ما وش معزول فما برشة ناس دايرين بيه وعباد طريق للسينما قد ميكونش محمي نعم طريق للسينما قد ميكونش محمي طريق الذهاب وطريق العودة أي مهم مش مهم مش أنا بالنسبة لي طريق للسينما كما الطريق إلى الجنة مقبول بالله بصعوبة خوك كان يعنفك أي كان يعنف في بالو يا ربيني ما حبش الخلطة والخلطة صحابي لا أستطيع أن نكون من عمري أنا كليتة رايحة وأنا صغير نعم لم أصلت إلى نكره ما أعطاني تريحة سواء بابا أو أخي الكبير أو ونخرج من بلدي لا أستطيع أن نعود أي أنا بالنسبة لي ما نجمش نتصور واحد كبير يضرب والد صغير ما نجمش نتصورها ما نقبلهاش الصورة كيفية؟ أنا ما نضربش حد صغير ما نضربش بالكل ماء ما نجمش نضرب بنتي أنا حاجة ما نتصورهاش في دماغي نكرها روحي هل تتصور مشاهد؟ قاعدت تستحضرهم مشاكل الضرب أنت أخوك لك أنت أو لا؟ ربي سامع أنت تستحضرهم؟ أين أنت كرمي السيكاتريس ما؟ لا هم ضرب بالعصام ما يضربش برشة السيكاتريس على طوال التوفا أما السيكاتريس اللي من داخل؟ السيكاتريس الداخلانية ما يضربش برشة السيكاتريس والله فقلت كربي سامح وكه يقول حبي ربيني لكن كانت تربيا غالطة لا برفها وطلعت ما نعجبش لأنه هناك بعض الأشياء هناك بعض الأشياء لا يؤمن أنا فعبيني في أفكاري طبيعي أنا كنا نعمل الشعر وكنا نعمل الفيلم نحكي على الهموم على العباد كنا همومي لا أتحدث عن فرحة العباد، لا أتحدث عنها، لا تهمني أيضاً. أنا أتحدث عن الألام، لا تبيع أحلام. أتحدث عن الألام، لا تبيع أحلام. أتحدث عن أحدها. أتحدث عن موسيقى موسيقى. نوري، قبل أن أخذك، نعرف أنه لديك الكثير من التزامات وعندك العرض من الفيلم، أتمنى أن نس كل تشوفوا فيلم رئيس الخوف حالياً في القاعات التونسية. إخراج نوري بوزيد. نس كل تنجم تشوفوا. شكراً نوري. يا تقصحة بالتوفير. عايز.